التسليح ذلك المطلب الأوكراني القديم الجديد لا تتوقف أخباره رئيس الوزراء الاسلوفاكي إدوارد هيجر يؤكد أن بلاده ستدعم أوكرانيا عسكريا استجابة لطلب مساعدة قدمته الأخيرة لتمكينها من ممارسة الدفاع المشروع عن النفس أستطيع أن أؤكد أن اسلوفاكيا تبرعت بنظام الدفاع الجوي S-300 لأوكرانيا أعتقد أن نظام الدفاع هذا سيساعد في إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح البريئة يرد الرئيس الأوكراني جميل جيرانه فيشكر اسلوفاكيا على تجاوزها دائرة التصريحات إلى الدعم الفعلي بالسلاح مسألة العقوبات التي ناقشناها هي مسألة سلاحا دبلوماسي للاتحاد الأوروبي لدى عدوان أي دولة اليوم وللأسف نواجه عدوا يريد أن يحتل أراضي الآخرين ثناء أهم ربما يأتي من الولايات المتحدة يشيد رئيسها جو بايدن بقرار سلوفاكيا ويعد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بنصب وتشغيل صواريخ باتريوت فيها خلال أيام قليلة لكن هناك من واشنطن ما هو أكثر أربعة وأربعون عضوا في مجلس النواب الأمريكي يطالبون بايدن بتزويد أوكرانيا بطائرات مسيرة متطورة مشابهة لبيرقدار تي بي 2 التركية أما بريطانيا فتتجاوز مرحلة المطالبة يعلن رئيس وزرائها بوريس جونسون المتوعد بفعل كل ما في وسعه لكبح الآلة الحربية الروسية يعلن تعزيز المساعدة العسكرية لأوكرانيا عبر إرسال مزيد من صواريخ ستار سترايك المضادة للطائرات و800 صاروخ مضاد للدبابات هاجس الأمن والدفاع مهيمن في أوروبا وزراء دفاع تركيا وبريطانيا وإيطاليا يبحثون في اسطنبول العلاقات الخاصة بهذا الملف ويتبادلون وجهات النظر بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية والتدريب العسكري جملة تحديات وأسئلة أمنية ودفاعية فرضها الهجوم الروسي على أوكرانيا في العالم عموما وأوروبا خصوصا وكأن هذه الأخيرة كانت في سباة أيقظتها الحرب منه بعدما ظن كثيرون أن لغة التهديد وسيف العقوبات كفيلان بحفظ أمن الدول ورضع غزو إحداها للأخرى ترجمة نانسي قنقر